النهاردة حكلمكم عن خبر مهم جداً من OpenAI وهي ميزة جديدة اسمها وضع الدراسة أو الستادي مود واللي ممكن تغير طريقة استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي تماماً البعض ممكن يشوف أن الستادي مود ده يعني مش تطوير كبير أو مش حدث كبير بس أنا من وجهة نظري أنه هو مهم جداً خصوصاً لأولياء الأمور والمدرسين لأن أول ما ظهرت أدوات الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي بدأت كل يسأل هل فعلاً الطلاب بيتعلموا ولا بياخدوا الإجابات على الجاهز وبيخلصوا الواجبات وده بالضبط اللي OpenAI حاولت أنها تحله من خلال وضع الدراسة الوضع ده بيحول شات جي بي تي من قلة إجابات يعني لمدرس خاص ممكن يساعدك أن أنت تفهم وتحل بنفسك يعني بدل ما يقولك الجواب على طول حيبتدي وجه لك أسئلة تلبحات وتمشي في خطوات كده بتساعدك لحد ما توصل للإجابة لوحدك وده كلام OpenAI نفسهم أن هدف الوضع هو أن أنت تحل المشكلات خطوة بخطوة وتفكر فيها بنفسك أول حاجة بيبتدي يشتغل بيها study mode هي طريقة اسمها الصوكراتيك كوستشنينج أو الأسئلة الصوكراتية يعني يسألك أسئلة كده تشاغل دماغك ويخليك تبتدي تفكر لو وقفت مش بيقولك الحل مباشرة بيديك تلميحات كده بسيطة بترجعك على الطريق الصحيح الوضع بيتعلم من محادثات سبق أو بيقدم لك تجربة مصممة على حسب مستواك بعد بقى ما تفهم الدرس هيبتدي أنه هو يديك اختبار سريع يتأكد أنه أنت فعلا استوعبت وبالتالي الفرق طبعا كبير جدا الوضع العادي بيديك كبات فورية لكن الـ study mode أو وضع الدراسة بيبقى فيه تعلم فعلي وتفكير ذاتي المشكلة بقى أن وضع الدراسة ده اختياري تماما يعني بضغطة واحدة تقدر أنه أنت تفعله وبضغطة تانية ما تفعلوش إلا فيه أدوات تخلي المدرس أو ولي الأمر يفرض استخدامه يعني يعني مفيش تحكم بقى من قبل للمدرس ولا ولي الأمر وبالتالي كل شيء بيرجع للطالب نفسه هل هو فعلا عايز يتعلم ولا عايز يختصر الطريق ده بالنسبة ليه لـ study mode يلا بينا نجربه بقى بشكل عملي أول حاجة طبعا هنخش على شات جي بي تي وهنبتدي أن احنا نروح للتولز ونفعل وضع study and learn mode هنا هنبتدي أن احنا نطلب منه أنه هو يحل المعادلة دي المعادلة عبارة عن 2x plus 5 equal 15 هنا طبعا أنا يعني كتب باب اللغة العربية جميل خلينا نحلها سوى خطوة بخطوة المعادلة هي 2x plus 5 equal 15 الخطوة الأولى هنترح خمسة من الطرفين عشان نتخلص من العدد المضاف والخطوة الثانية نقسم الطرفين على 2 عشان نحل في الآخر خالص x بتسوي 5 هل تحب تجرب تحل واحدة بنفسها؟ أقوله نعم مثلا وحيبتدي أنه هو يديني مثلا معادلة مشابهة عشان أبتدي أن أنا أجربها افترض أن أنت تقوله ما تدينيش الإجابة مرة واحدة ابتدي معايا خطوة بخطوة فلو أنت قلت له ما تدينيش الإجابة يعني مرة واحدة وبتدي معايا خطوة بخطوة حيبتدي أنه هو يستخدم الطريقة اللي هي الأمثلة بقى اللي عطالك بعد كده وبدأ يحلها معاك خطوة بخطوة فدي الطريقة المفروض تكون هنا حبتدي أن أنا أديني سؤال تاني اشرح الفرق بين الطاقة الحرقية وطاقة الوضع أنا عايزاه هو يساعدني في الشرح وربطها بتجربة البندول مثلا حبتدي يدوس enter حيقول لي إيه الفرق بين الطاقة الحرقية وطاقة الوضع وبتدي يديني المعادلة فدي يتكلمني عن الطاقة الوضع بعد ما أكلم عن الطاقة الحرقية وبعدين اتكلم عن إزاي نربطهم بتجربة البندول عطاني شرح وافي بالمنظر ده كده وفي الآخر خالص بيديك مراجعة سريعة بيقول لي هنا سؤالي لك الآن في أي لحظة تعتقد أن الطاقة الوضعية مثلا البندول بتكون أكبر ولماذا فبناء على اللي انت درسته ده من المفترض أن انت تجاوب على هذا السؤال وهكذا بيبتدي أنه يختبرك ممكن بقى تديله السؤال بطريقة تانية وده اللي أنا بقولك عليه أن انت تقوله لا تقم بإعطائي الحل مرة واحدة وتبتدي أن انت تديله السؤال فهنا بيقول لي خلينا نبتدي بالطاقة الحركية هل تعرف كيف نعرف الطاقة الحركية ببساطة هي الطاقة النتيجة عن حركة الجسم لكن خليني أسألك لو عند الجسم كتلته كذا وبتحرك كذا هل تعرف إيه المعدل اللي تستخدم لحساب الطاقة الحركية ولا تحب أقولهلك فلو أنت عارفها هتكتبك لو أنت مش عارفها يبقى هو هيقولهلك وهكذا فإذن الموضوع أنا شايفة أنه هو حلو قوي في طريقة أن انت المعلومة تثبت معيك أن انت تمشي معيك كده خطوة بخطوة أفضل بكتير جداً ما يديك الحل مرة واحدة وحتى لو أتقل في حل بالمنظر اللي احنا شفناه في الأول ده فهو بيقسمه لك بشكل يثبت في ذهنك أكتر ما يديك الإجابة مرة واحدة يمكن كمان بعد ما تفعل study and learn mode تبتدي مثلاً ترفع ملف وليكن ملف PDF وهنا مثلاً تقوله قم باختباري فيما جاء في هذا الملف عن طريق إعطائي مثلاً اختبار أسئلة أنا هنا قلت له الملف ده أنت قوم باختباري في اللي جاء فيه عن طريق أن أنت تديني أسئلة أو تطرح علي أسئلة هنا بيقولي جميل جداً دعنا نبدأ باختبار بسيط مبني على الملف الجزء الأول للتحصيل الأكاديمي أنا هشوفك بقى عندك تحصيل أكاديمي ولا السؤال الأول فيه دراسة طلاب الطب في الصعودية هل هناك فرق واضح في تأثير التعليم الإلكتروني على المعدلات التراكمية هتبتدي هنا مثلاً تجاوب طب لو أنت ما جاوبتش هتقوله لا أعلم ماشي؟ هتبتدي يخش على السؤال التاني لو أنت جاوبت إجابة صحيحة والسؤال التالت والرابع وهكذا فهنا هو بيعمل إيه؟ هو هنا بيخليك بمنطقة البساطة كده تخدم المادة العلمية يعني أنت عندك ملف ذكرته وفهمته عندك امتحان تاني يوم هتبتدي يسألك فيه وفيه تفاعل مع المادة العلمية فهنا زي بالضبط كده نوتبوك LM لما بيديك سؤال وإجابة بتطلب منه أنه يديك سؤال وإجابة لما ترفع له أي ملف عشان للوقت بقى حبيت برضو أن أنا وليك مثال آخر وهو أن أنا قلت له أنا عندي مقابلة شخصية في أحد الشركات الكبرى المفروض أن أنا يعني إيه مؤهلة أن أنا أتعين في قسم التسويق والشركة بتاعت منتجاتها الجزاء الكهربائية فهو هنا أنا طلبة منه أنه يقيمني فيما دم عرفتي في المجال فهو هنا قال لي طيب يلا بينا أنه إحنا نبتدي نعمل اختبار عملي هو الأول اللي هنا قال لي قبل ما ابتدي بالأسئلة عشان يكون أكثر دقة هل عندي الخبرة عملية ولا أنت درستي عنه فقط من ناحية نظرية وعطاني سؤال مفروض كان استناني بس أن أنا جاي وبقوله عندي خبرة عملية ولا ناحية نظرية وعطاني السؤال الأول أنت مسؤولي التسويق عن غسلة جديدة بدقنية موفرة للطاقة إزاي تحددي الفئة المستهدفة وعطاني الاختيارات فأنا هنا قلت الإجابة بي قال لي إجابة ممتازة وهي الأكثر منطقية لأن الأسرة المتوسطة بتهتم بتوفير الطاقة وعندها القدرة الشرائية دخلت على السؤال الثاني دلوقتي عندك مكنسة كهربائية صغيرة الحجم لكنها قوة شفطة عالية وسهلة التغزين يعني بتاخد مساحة صغيرة في التغزين إيه هو اليونيك سينينج بوينت أو عرض البيع الفريد اللي أنت ممكن تستخدميه أو أن أنت تستخدمه في التسويق وعطاني اختيار من متعدد وأنا قمت بإختيار الجزء ده اللي هو نظافة قوية دون أن تشغل مساحة وقلت الإجابة هي C قال لي ممتاز وقال لي ليه الخيار ده قوي لأنه بيربط من مستين القوة والحجم الصغير هي سهولة التغزين ودي فعال لتمييز المنتج في سوق مزدحم وهكذا بقى فده مثل من الأمثلة اللي أنت ممكن تستخدمه يساعدك قبل مقابلة شخصية في أي بقى مجال تاني يعني ده المثال اللي جاء على بالي أتبعا نكون لصفاتكم من فيديو النهاردة عن الستادي اند ليرن مود الموجود حاليا في شات جي بيتي أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفريو وبحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فهيكما ينسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعينها العزاء ولكنت بتشوفهم الأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة